من الشمال الغربي لإفريقيا خرج علماء أجلاء أحيوا العصر الذهبي للفقهاء منهم محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ولد رحمه الله في شنقيط من دولة موريتانيا عام 1325 للهجرة نشأ يتيما في بيت أخواله وكان بيت علم فحفظ القرآن على يد خاله وعمره عشر سنوات وتعلم رسم المصحف والتجويد على يد ابن خاله وأخذ الأدب وعلوم اللغة على يد زوجة خاله درس الفقه المالكي وألفية ابن مالك وبقية العلوم على مشايخ قبيلته المعروفة بالعلم خرج الشيخ في رحلته إلى الحج فمكث في المملكة واستقر في المدينة النبوية ينشر العلم وقام بتفسير القرآن مرتين وتوفي قبل أن يكمل الثالثة درس التفسير وأصول الفقه في كلية الشريعة وكلية اللغة بالرياض ثم درس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وعين عضوا في هيئة كبار العلماء كما كان عضوا في رابطة العالم الإسلامي كان رحمه الله آية في أخلاقه في كرمه وعفته وشجاعته وترفع نفسه وتواضعه وزهده فلم تكن الدنيا تساوي عنده شيئا تورع عن الفتوى في آخر حياته فكان إذا سئل عن مسألة قال لا أتحمل في ذمتي شيئا العلماء يقولون كذا وكذا له مؤلفات نفيسة منها أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ومذكرة الأصول على روضة الناظر وآداب البحث والمناظرة تتلمذ له كبار العلماء كالعلامتين ابن باز وابن عثيمين وبكر أبو زيد وحماد الأنصاري وصالح اللحيدان وغيرهم من كبار العلماء توفي رحمه الله يوم الخميس السابع عشر من ذي الحجة سنة 1393 للهجرة بمكة المكرمة مرجعه من الحج ودفن بمقبرة المعلات بالحج